45 يوماً فقط قضتها في السلطة ليتبخر بسرعة حلم المرأة الحديدية الذي راود رئيسة الوزراء البريطانية لزيتراس المستقيلة استقالة تعكس حالة التوتر التي تعم البلاد من جراء التغييرات برؤساء الوزراء وإسرار حزب المحافظين على البقاء في السلطة ورفض تنظيم انتخابات عامة فوضى وانهيار تعد وفقاً لمراقبين نتيجة حتمية لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي والذي تبناه حزب المحافظين ووهم إنعاش بريطانيا وتحررها من قيود أوروبا وقدرتها على تأكيد نفسها بعيداً عنها لكن ماذا عن البديل تكشف صحيفة الانديبندند عن عدة أسماء على رأسهم ريشي سوناك المستشار السابق وأحد من تبار على خلافة جونسون إضافة إلى بيني موردانت التي تشغل منصب زعيمة مجلس العموم فضلاً عن وزير الدفاع بين والاس وفي الوقت الذي رشحت الصحيفة احتمالية عودة بورز جونسون إلى الواجهة من جديد مستغلاً الظروف السياسية الحالية للعودة مرة أخرى قالت الانديبندند إنه يبقى احتمالاً ضعيفاً في ظل الأخطاء التي وصفت بالقاتلة التي تسبب بها على أرض الواقع يظهر حزب العمال البريطاني كأحد المستفيدين من الانهيار الحاصل بصفوف منافسه ويحاول التأثير على العديد من نواب حزب المحافظين لدعم سيناريو انتخابات مبكرة جديدة تأتي أيضاً في فترة قاسية مع الحرب في أوكرانيا وارتفاع أسعار الطاقة والتضخم الجامح وارتفاع أسعار الفائدة عوامل تنذر بعواصف جديدة في المملكة التي بلغ مستوى الرضا عن حكوماتها أدنى مستوياته منذ ثلاث سنوات ولم يعد هناك زعيم محتمل قادر على إقناع الجميع بإنقاذ بريطانيا